مرحب بكم أرة تانية عزيزيا مشاديين مرحب بخبرنا بتحكيم المتميز كابتن ناصر عباس اتنورنا كابتن تحية لك اي متحى الكل مشاهدة القناة النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله النهاردة ديه الفريق بالتوفيق النهاردة للحكام كابتن ايمن سريعا نتكلم على طاقم التحكيم والتعينة اللي تعينت النهاردة في مرش الاهلي قبل مروح لطاقم التحكيم هتكلم على رئيس لجنة الحكام هو رسالة من عندي ومن قناة نادي الأهل احنا دايماً بنتكلم بمصداقية وبنتكلم دايماً لمصلحة التحكيم رسالة لبيتور بريرا رسالة لمحمد فروق بناء برئيس اللجن الحكام اللي هو أعتقد رجع طبعاً من الحج إن شاء الله حج الرسالة كان لقاتي حزين برطة كانت من أيمن البعض يرى أن هي سهلة لأهل الداخلية هي على ورق وعلى سلم الترتيب سهلة ولكن داخل مدان اللعب المرابط تبقى صعب طب إيه الكصة؟ الكصة النهاردة أنا بتكلم في معايير اختيار الحكام في مثل هذه المباريات النهاردة النهاردة بينافس خلي بالك بينافس خليني بس مش هنعرف السؤال لقتها كابل عاطف نتكلم بس على بيتور بريرا وعلى التعيينة اللي هي تعيينت طيب النهاردة انت حاطت حكم صغير برين محمد وحكم ممتاز برين حكم من الحكام الممتازين لمستقبل جاي ولكن السؤال انت عديته نفسيا ان هذه المباراة ده مهم جدا 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 احنا شفنا مبارات البلدية المحل اوي النادي الاهلي كان حكم صغير محمد نصف ومن حكام الممتازين ولكن المباراة حصلت فيها بعض المشاكل اللي كانت من ايمن اللي انت شفتها في المباراة لان احيانا المباراة بتستعب الحكم داخل المرأة الخبرات اكيد بتفرق الخبرات اكيد بتفرق هرجع تاني لبوت lightning نهارده نomme الاهلي بنzaćه طيب samo الاهري و الداخلية الذي فات بريمدز وبريدات المحلة انت حاضت افضل حكم في افريقيا امير عمر ثاني يعني انا بس محتار مجلس لأنه بريمدز بداخل محله افضل حكم في افريقيا الاهلي وبالدية حاضت حكم arknam المسكف ايه المعير في الاختيار؟ هو ده اللي أنا بأتكلم فيه. طب إيه المعيين للاختيار. النهاردة عندنا إبريم محمد حاكم كويس تاني يا جماعة عشان بس ما حدش يقول. حاجة إبريم محمد حاكم كويس كده. ومعاه ومنسانده. وإن شاء الله معاه. إن شاء الله. ومنسانده. ويعمل ماشي كويس. ولكن أنا اللي أعمل رزق. أنا كاليسانج الحكام في التوقيت ده. في التوقيت ده كابتن مهم قوي. أختار الحكم اللي يقدر أنه هو يبقى جاهز نفسيا بدنيا يقدر يقعد بالمباراة. وينسب ظروف التوقيت. بالزبط كده. إنما عندنا حكام صعادين وعادين. عندنا حكام صعادين وعادين. ممتازين جدا 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 جدا. رحي بتقولي الكلام ده ليه. عندنا مئير اخترار. زي ما بتتكلم على الأهل والزمالك وبراميز. يبقى أنا ما بحط حكام صعادين أحط للكول. يبقى أنا من النهاردة عندنا بيراميز بيلعب له آخر ثلاث ماتشاط طريق مجد. محمد سلام ميدو أمين عمر. تلاث حكام جامدين جدا جدا من حكام الخبرة. النهاردة عندنا ماشر بلدية محمود ناصف. حاكم كويس. حاكم لسه صعاد. النهاردة عندنا بيراميز محمد كويس. لسه صعاد. أنا بتكلم على معيير اختيار وأجواء التعيين يا كابتن. لابد أن أنا محمد يفروب أقول لك. يمكن أن تبقى أنت حاسس بالأجواء. لما أحط حاكم في أجواء معينة لابد أن أنا أنظر لخبرات هذا الحاكم. عشان أنا ما بحملش الحاكم يا كابتن نهاردة. لنهاردة لقدر الله. حصلت مشكلة للحاكم ده النهاردة. الحاكم ده مش مش هو المسؤول. المسؤول اللي عين الحاكم في هذه المباراة. أنا طبعا بتمنى التوفيق لتاكم التحكيم بريم محمد بالكام النهاردة أنا مع الولد. يعني مشاند لي ودعم لي. وربنا يوفقه النهاردة في هذه المباراة. نروح لبريم محمد. حاكم من الحكام السعادية كابتن. هو اللي عاكم مباراة. هو معهش ألا رخصة الملعب. فبالتالي يلعب ملعب يلعب رابع. هنا بريم محمد هو ولد يعني بسمناه مشاء الله. صاعد واعد زي الفولة هو. ربنا يوفقه. إن شاء الله. لعب النهاردة كان ماتشا كابتن في الدوري. لعب 29 مباراة. هتقول لي 29 مباراة. سوفرة. هقول لك لا. لعب سوفرة 8 مباراة بس. 8. ولكن لعب 21 مباراة حاكم رابع. لأن هم شمعه رخصة الفار أو الفار. يبلتالي يبلعبه حاكم. يبلعبه حاكم رابع. طيب. هو لعب مشارط كبيرة. هو لعب ماتش من مشارطة الصعبة شوي. لعب امبي و بيرمز. ليس تقيل. ابنين محمد حاكم كويس. صاعد. فنين كويس. بطنين كويس. التوفيق ده بتاع ربنا. تماني ان هو ربنا النهاردة يوفقه. ويعدي. ولما يعدي النهاردة بتبقى فرصة انك انت تدي كمان زميله. طيب. نروح له الحكام المساعدين. مع اثنين حكام متميزين جدا جدا. حاكم واقل شعبان من منطقة الإسكندرية. حاكم من الخبرات الكبيرة جدا جدا. لعب مباراتين للنادى الاهلي لو جبنا واقل شعبان على الصورة او حسن رمضان. لعب مباراتين للنادى الاهلي. مباراة كان مساعد تاني ومباراة تانية. ده حسن رمضان من منطقة بنسويف. حسن لعب المسم الفات. مثل موسم 22-23 مباراة جمده اوي اوي اوي. حللناها هنا. حكم من الحكام اللي عندهم خلاص خبرات. يعني عنده حاجة واربعين سنة واربع واربعين. فالنهاردة هو مساعد تاني كبتن ايمن. واقل شعبان من اسكندرية مساعد اول. اتنين مساعدين على مستوى علي جدنا ربنا هنا واقل شعبان من منطقة اسكندرية حكم كويس اوي اوي. عندنا كمان حكم رابع الصبح العام راوي من اسكندرية. عنده خبرات يقدر النهاردة يتعاون بشكل كويس مع حكم برا. محمود السوني اللي انا شايفه هذا المسم من افضل حكام كتن. حكم من منطقة اسكندرية. كان في القائمة الدولية وخارج. النهاردة محمود السوني بيقدم افضل المواسم التحكمية ليه. واعتقد بنسبة 9% هيخش القائمة الدولية. بسوني النهاردة ربنا وفوه النهاردة هو ح بسوني ليه. عشان يساعد الولد اللي هو الشاطر ابريم محمد في الالعاب اللي هي صعبة في الفقر. تاني بنقول يا ابراهيم انا والنادي الاهلي نهاردة والقناة وحنا كلنا بنتمنى لك التوفيق. مبراه هو اتقول ان هي سهلة. مبراه صعبة جدا جدا. على الورق سهلة ولكن داخل ميدان اللعب احيانا بتبقى صعبة. نتمنى التوفيق طبعا للتحكيم. نتمنى التوفيق لتاكم التحكيم اليوم. في هذا اليوم اعتقد هتبقى نقلة كبيرة جدا للحكام السعادين الوعدين. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن بإذن الله. ولينا لقاء آخر ان شاء الله بعد المباراة. ان شاء الله. شكرا كابتن ناصر. طبعا الكابتن ناصر تكلم بكل صراحة و بكل شفافية عن طاقم التحكيم المباراة اليوم. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. زي نتمنى للنادي الاهلي التوفيق النهاردة. والفوز بالسلاس نقاط.